ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن رعاية جلالة الملك المعظم للعمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين ساهمت في سير المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية وفق رؤية شاملة لتشمل كفالة الأيتام والأرامل البحرينيين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتوفير الرعاية الشاملة اجتماعيا وتعليميا وصحيا قال سموه أن المؤسسة الملكية للعمل الإنسانية تتشرف بأن تكون امتدادا لليد البيضاء الكريمة لجلالة الملك المعظم في تقديم الدعم لمختلف الشعوب الذين يعانون من آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية لتشمل الجهود البحرينية إقامة العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية التي كان لها الدور البارز في مساعدة الشعوب المتضررة وصون كرامتهم وإعادة إعمار الأرض وتقديم الدعم للأشخاص في الدول كافة من جانبه تقدم سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأسماءات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم على دعمه لا محدود لمشروع العمل الإنساني في مملكة البحرين واهتمام جلالته الكبير بأن تكون المؤسسة ذراعا قوية للعمل الإنساني وتصل للقريب والبعيد وتساهم في معالجة القضايا الإنسانية وما يواجهها من تحديات كما عبر عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه لكل أعمال مؤسسة وتسهيل مهمتها وتقدم سعادته بعميق الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد على جهوده الكبيرة في مجال العمل الإنساني وعلى متابعته ودعمه المتواصل لعمل المؤسسة قال الشيخ علي بن خليفة إن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال 23 عاما حققت إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي رسخت من خلالها مكانتها الرائدة في العمل الخيري والإنساني أخري في العمل للع campond أعيد ذلك المترجم للإنساني